متوجها إلى واشنطن بعد دعوة من الرئيس الأمير كيجو بايدن السوداني يترأس وفدا حكوميا وعددا من ممثل القطاع الخاص في زيارة هي الأولى بعد تسنمه منصب رئاسة الوزراء حقيبة السوداني تحمل ملفات عديدة أهمها هو إيجاد صورة حل نهائية لتواجد التحالف الدولي في البلد وغيرها من الملفات الحساسة المهمة أمام السيد السوداني هي ليست بسهلة وإنما تتواجه صعوبات لأن اليوم القالب السياسي المختلف والإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية في استراتيجيتها هو البقاء ودعم مدبقاها العسكري داخل أراضي العراقي وهذا ما يشكل خلل على النظام السياسي والمنظومة المؤسسات العراقية جدولت الإطار الستراتيجي بين البغداد وواشنطن أما الملف الاقتصادي فستكون له مساحته الكافية والتي قد تمكن الحكومة من التوصل إلى مخرجات تغير المعطيات الاقتصادية في العراق سيما أن ما يؤثر على اقتصاد العراق بالدرجة الأساس هي العملة الأمريكية الملف الاقتصادي هناك مستحقات دولارية متأخرة من استحقاقات العراق بحدود العشرة مليار كانت تطلق سابقا سنويا من الاحتياط العراقي في الفيدرالي الأمريكي بالإضافة إلى مستحقات عملية بيع النفط الخام المتأخرة منذ شهر شباط الماضي بحدود الـ 25 مليار دولار بالإضافة إلى ملف المصارف هناك مصارف معاقبة من قبل الفيدرالي الأمريكي فرصة لوضع شراكة الأمريكية العراقية على أساس جديد وأكثر استدامة هذا ما أكد عليه رئيس الوزراء مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية فضلا عن المخوف من اتساع نطاق الصراع من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة